كل المئة وتمانين أو يقدمه ولا ممكن واحد يشتغل قبل التاني حسب ما هو قدمه حسب ما تمت الدراسة بتاعته أو راجعة المشروع نحن نحتى تاريخه لسه لم يتم بابل الغلق لما زال التعديم شغال نحن بدأ نتفتح الطرح ٢٢٨٨ وما زال فيه إقبال عدد الملمعات وبذلك هنبدأ بجأة نترقي كل الطلبات ونشوف بجأة مثلا هم ٢٠٠٨ لو تخدم خصومية هنبدأ نختار أفضل لو تخدم ٢٠٨٨ بس يبقى نخذهم كلهم ويبدأ بجأة نحطهم لا وحيبقى عندك في ناس ممكن تكون عايزة أكتر من وحدة وارد إذا ما شرطهم وحدتين ٢٣٤ حسب طبيعة مشروع فنبدأ بقى نحطهم خطاعات تحطوا خطاع غزائي حبا مع بعضه خطاع صهندسي مع بعضه كيمياء مع بعض حطوا خطاعات بس مفيش كوتا يعني مش معنى ٢٨٨٨ تقسموا على ٥ يعني ممكن نسبة حسب الإقبال يعني ممكن لبس صحات غزائية وانسا نوع يتوجب أكتر ياخد نص ٢٨٨ أو الهندسي ياخد بس النسبة عالية حسب الأفكار اللي جاية من الشباب يعني نعم الشاب خلال ٤٥ يوم بيكون قادر على من هو يشافر خلاص يكون ٥٤٨ يوم يكون خلاص يكون تعاقد مع الهيئة وخد العهد بتاعه سواء جرى وتميك بهذا العقد يتوجر هي التمويل يجي الإجاز عندناها نبدأ على طول الخلاص زر الخدمات اللوجستية اللي بره المجامعة الصناعية بمعنى الطرق الموصلة للمكان سهولتها ميسرة طبعا طرق كاملة وشبكة مغرفخ كاملة ومحط الصرفة صحة صناعية كاملة وتغطي المنتقى بالكامل وشبكة مية بتغزي المنتقى يعني صناعات من ألف لها مش نقص أي شيء مكتمل يعني وسهل الوصول لها بالضبط الزراعة بتاع نصر النوبي يعني سنتر تبعد عن أسوان سبعين كيلو وعن ندفو ستين كيلو وعن كومومبو ثلاثين كيلو وعن ندفو عن دراو خمسة وعشرين كيلو فهي سنتر أقرب النصر المجمع هم نصر النوبة الأقرب دراو الأقرب كومومبو طبعا طبعا هي مش قصرة على حد معين طبعا 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 أنا عندي مشروع صناعي قائم وعندي معوق يعوق استزال الرخصة إنه يبنى على ملاك دولة أو أربارية بسا في الأحوزة العملية الخارجية فلا ممكن أن نتخذ بمواداتي وروح المجمع وأفق أوضاعي أنا مهدد بالغلق من الحمال المدنية من الصناعي أنا مش مطبق المواصفات وعندش رخصة ومش أخدها إلا أنا عندي مشكلة ما لا أشعل فأنتخذ بمواداتي وروح مجمع الصناعات وعاد هناك من نفسي واخد تصريحي وطرخيسي ومكان مناسب رغم ما يكون أفضل من مكاننا فيه طبعا 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 قصر على مواطن الأسواق أحياناً يبقى تلاعه بغير بطاقة؟ لا بالرقم القاومي تقدم بالرقم القاومي أنك مقيم في الأسواق قاومة دائما لازم يكون كمان ضمن الشروط سنك لياقياً 21 سنة لازم من هذه القانونية لا يوجد حد أقصر قد على العطاء 50 أو 60 أو 40 لكن حد الأدنى 21 سنة ألا تكون تعمل بالحكومة أو قطاع العمال أو القطاع الخاص هذا أساسي طبعاً لا يكون أمن عليك لا يكون واحد أو تلات أو اثنين ولكن لا يمكن أن تقدم 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 الكراسة ونسيبك لمدة شهر تقراها وتروح الجهاز عندنا ونعلمك كذلك من الدراسة من داخل أنه سيقايمك وليس سيقايم شخصك سيقايم مشروعك طبعاً ستقايم ورقيات مكتوبة فمنعك بذلك تكتبها صح شتقنا على اللجنة أنك تعرف الفكرة وتبقى حقيقية في نفس الوقت ومقريباً من الدراسة الجادة نحاول أن نوصل أقرب ما يكون ونساعد عندنا فريع من مجهز مخصص لمجمع الصناعات للمجمع كلمتين على كم فدان؟ 17 فدان ومص من جمال المنطقة الصناعية 56 فدان مفروض أن هذه مرحلة أولى ستتبعها مراحل أخرى من الفتاة الجاية كلها توجه عامل الدولة لازم متوسع في مجال الصناعية لتوجه عامل الدولة سنوصل إلى 100 مليار دولار صدرات تعلنها الرئيس 2021 وصلنا إلى 43 مليار السنة المتوقع أن نوصل 52 سنة طبعاً ما فيش كلام أن التصدير هو قوام البلد هو الدولار لكي نصدر لازم عند صناعات مميزة وعشان أن ننفذ صناعات معند مجمعات مكتملة من الوقت أن الشاب لا يستطيع أن يخش يبني ويسر مليار الجنهات ويرفق مكان تكليف عليه فيه تواجه عامل نتوسع في المجمعات إن شاء الله المجمعات لو نجح إن شاء الله متوقع بالنسبة كبيرة يكون هناك مجمع ثاني وثالث ورابة ونعمل في عدف ونعمل نعم المفروض نحن في الزمن الآن يهتم بأشياء كثيرة ليس مجرد إنتاج وخلاص يتكلم على جزء مهم فكرة أن المشروعات تكون صديقة للبيئة أو في دراسة تقييم بيئي للمشروعات شرط أساسي يكتب البعض البيئة مصنف ألف ولا بيئة ولا جيم مشروع مضر البيئة يجب أن تصنف ولو كان مصنقة بيضر بالبيئة إذا لم يتأخذ إجراءاته يستبعد طبعا على طول لأن حفاظ على البيئة ونحن ستضيف كوب 27 في شهر نوفمبر يجب أن تصدق لبيئة ويوفر في الطاقة يجب التكنولوجيا المستخدمة وتوفر في الطاقة طاقة شمسية ممكن لو حب يعمل طاقة شمسية يتمولوه ممكن طبعا بنفس القيمة المخفضة حتى لو كان عمل مشروع خد يرجع له بعد فترة وهو شغال بالكهرباء العادي حتى لو كان عايز أعمل طاقة شمسية ممكن تساعدوني أو طبعا المعادة يتعدى من طلب صاحبة الولايات حتى نحن نغير في التصميم ولكن دوارد نحن نوفر أن يتمل على طاقة شمسية بس طبعا حسب موادات أنا مثلا شغل مواداتي محتاجة مثلا مئة حصام هو عالية طبعا شمسية ايه اللي هتجيبها ما عزينا حد عاشر اخمساشة فممكن الطاقة شمسية تساعد حاجات العائلة بتو 120 حصام طبعا 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 هي حسب ما حسب الموادات والطاقة بتاعتها جزء الآخر والمهم فكرة الأكواد الأكواد العالمية والمصرية للمنتج نفسهم أنا ما عنديش استعداد أن أعمل وأنا ببغي هنا التصدير يعني أكفي المنطقة المحيطة أو المجتمع المحلي أو الداخل وبعد كده أصدر مين اللي يقول الشاب ده اللي بيعمل مشروع أن مواصفات منتج لازم تكون واحد اتنين تلات اربعة حسب كل صناعة وكل منتج والأكواد الخاصة بها هذه معايير محطوطة وهو يقدم طلب مثلا نعمل صناعة حلوة طحنية هناك مواصفات ويجب أن يتأخذ عيناية وزارة الصناعة ويتم اختبرها ويتكوز ويأخذ المواصفة والمؤيسة وتنزل على البابة بتاعته لا يستطيع أن ينزل الأسواة ويجب أن يصدرها بالتالي يجب أن تكون لها نحن بدي دورات الدربية على تصدير الجهاز تدريب ما بعد المنح نحن لدينا تدريب قبل المنح وأثنان المنح وبعد المنح بعد المنح بعد المنح يصدر ويأخذ البركود ويبدأ يفكر في التشبيك وعلاقات مع المكاتب التشبيك والشركات ويعرفتها تحديد ما تحتاج أساسها أن المواصفات تكون مواصفات عالمية هي محتوطة ويأتزم بها كل دولة مواصفات أوروبا يلتزم بها نحن ذاً هل من الممكن أن تكون المجمع الصناعات في الجنينة والشباك برضو من ضمن المساهمات التي يمكن أن يساهم فيها في عملية التصدير للأفريقية وخاصة فكرة القرب وفكرة أننا نتكلم عن إسكندريا كيبتون أو القاهرة كيبتون الخط البري الذي يتعامل؟ نحن لدينا أسوان مدخل بري ومدخل نهري للسودان ومنها الجنوم أفريقيا بالكامل وخش على السلوبيا والصومال فأسوان فيها ميزة ورائبة من أفريقيا من تحتها وممكن نتكلم عليها على فكرة الاحتياجات وممكن احتياجات أفريقيا؟ طبعاً وده درسات بتعمل دلوات الاحتياجات أن أفريقيا نبدأ أن نغطي سوء المحلي بتاعي وفكرة بس يبقى عمده النظر أو الطموح أنه في يوم الأيام عايز يعمل كذا؟ نحن من علم الشباب وأنت بتفكر فكرة المشروع يبقى عندك ثلاث معايير المشروع يولد عشان ناجح يعني يمتلك مقاومات النجاح وبعدين يستمر فترة طويلة وبعدين يتوسع وأنت بتختار بقى مشروعك فكرة هذا بشانا أنا أفكر في مشروع لي مقاومات النجاح طبعاً تبقى لدراسة الجدوع وفي المقام الأولى التسويق وتحتها ألف شرط أي مدام هتنتج أبحث عن السوق بتاعك شوف أخباره إيه وتخشوا إزاي وتستحوز على جميع منه بعدين استمر في السوق فترة طويلة ما أنه لم يفعش أفتح النهاردة ووصلت ملايين ما كانت أغلق بقرة أو سنتين وقفل ده في خسايا لم يفعش الانسحاب فمن كل ما نعلمهنه في التدريب تدونه دعم في نفس الوقت يعني بعد كذا وفي متابعة كلا أنا متابعة معمولة عملت تقييم بعد المنح من نصر بقى نقطة التعادل وصلها لليسه فمنتهى الأهمية لازم يوصل النهاردة في الشهر الثالث أو الرابع لازم إراداته تغطي مصروفاته لو اتأخرت أخرت ليه؟ فيه نحاف عند درس الجدوى فيه مشكلة في التكريف المنتج عالية نعطيها نخفضها هل المبعاة قليلة؟ هل فيه فاقد؟ هل فيه هدر؟ كده بالدرس ونبقى عمية التغيير التوجيه عشان يلحق يوصل النهاردة عشان مشروعه ما يتكلش يكون نفسه وانا لو استمرت إرادة سبعة ومصروفاته عشرة هاكوا الراس المال فلازم يراد يزيد عن المصروف فأول نقطة لازم يصلع هم يتعادلوا مع بعض فنحن نتبع هذه النقطة سؤال نفسي يعني أعرف له إجابة يعني من زمان طبعا عندكم قاعدة بيانات قديمة من ساعة إنشاء المشروع نسبة الفتيات في محافظة أسوان للتحديم في المشروعات يعني كم في المئة من رجالة تقريبا؟ في المتنائي 45% تقريبا عن 47% المتنائي والصغير 25% ولكن المتنائي يبدأ من أول ألف الحد 25% هذا 47% الصغير 25% ولكن المتوسط لسا بدخلش أسوان يعدي كم؟ لسا بدخلش أسوان لسا بدخلش أسوان لا تزالنا لحد 15 مليون لكن أي حاجة لسا بدخلنا 5 مليون خمسة مليون دخل في الصغير من كم لكم؟ من ثلاثة؟ يحد الصغير ومتناهي هو القانون 52 لدينا مشروع حديث ومشروع قائم المشروع الحديث هو عمره أقل من سنتين تبقى بتاريخ المزولة هذا حديث سنتين ويوم أصبح قائم هذا الحديث فرّ من المتناهي والصغير المتوسط من رأس المال أقل من 50 ألف يصنف متناهي من 51 مليون سوية صغير من 53 مليون تواصل المشروع القائم زي عفرّ من المتناهي والصغير المتوسط حسب حجم الأعمال او المبعات ولكن مبعاتي سنوية مليون يبنى متناهي من مليون لحد 50 يبنى بمشروع صغير ولكن مبعاتي من 50 مليون سوف نتوني متناهي ده ناحية المبعات وناحية التكلفة وحجم المال يحدد المشروع الحديث وحجم المبعاد يحدد المشروع الحديث. كل 150 حسم هذا الجدل. فالنسبة المرأة مرتصفة في الصغير ومتناهي الصغير 47. نعم عندنا أشكار جميل أو شغالة بنات شغالة ما شاء الله عليهم حاجة جميل أوي. وليه فرصة في المجامعة الصناعية؟ طبعا ليهم فرصة كبيرة وفيه خبار له ما شاء الله كويس أو من يزارك. يعني النسبة للقادمين في المئة تبعين عالية. يتعدوا مثلاً 55 وحد سعيدة. ففيه خبار. سعيدة في المشروع باسمها بس هي ليس بتدير. بيديل الزوج أو الأخ أو الأب. هي بتعمل الغرض باسمها. وتعمل بيديل الزوج أو السعيدة في السعيدة. يعني بس بقو برول ولكن فيه. عشان فيه عملية الاحتكاد والتعامل المباشر. فيه برد المس بقى بس انتهت 4% بيديل بنفسها. لكن غيبية واضح ما بيديل طرف آخر يأمر الزوج يأمر أب يأمر آخر. بس بتبقى الفكرة بتاعتها مثلاً أو هي المتبنية. هي في المتبنية بتدير بنفسها. هي في المتبنية مش رحها من ألف لليا. نحن من السعادة في مين بقى الفيات الفقيرة. الأكثر فقراً والأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المؤيلة. في المتبنية من السعيدات. وللنسبة عالية جداً في مصر. والقصة كمان إن إحنا بدل ما لديهم مساعدات مادية. طبعاً. والمساعدات مادية مهما كان لن توفي الطلبات. هي نوع من أنواع المساعدة أو التعريق. دلوقتي وقت انتهي. نحن دلوقتي مثلاً نحن نقول الستة فين. نحن نقول لو أنت جيبت راس ماشية عنك في البيت. وربتيها كويس. مدرية الألبان تعمل نفسك داخل فيه نفس شهر. ونمعيها. نحن نعلمها كمان كيف تعمل العليجة. وكيف تتوكل ونقل أكل. وانت تتوكل وانت تحلب. وانت شروط الحلب. عشان يطلع في داخل اللبن سليم. مثلاً لو هي بتحلب دوافرة طويرة. هتجرح الدرعة بتاع اللبن. يتلوث اللبن. لو هي مثلاً. لو الرأس الماشية بتاكل. ما نفعش تحلبها. إن الدور ده بينا كلها حراحة ليل. الجهاز الهضم. فالدرعة ما ينزلش لبن. فمنعليمها زيت تحلب. وانت تحلب. وشورة الحلب. وزيت كمان العليقة. دي حاجات الإسكالز كلا هي. منعليمها. عشان نقل الروز الراس. طبعاً العوز. حالة العوز. الاكتفاء. الاكتفاء. وربما كمان التطوير يعبدل. الرأس الماشية تبقى اثنين وثلاثة أربعة حسب. دلوقتي فيه سيدات. قدام بيتها كده بحكم القرى بمكان واسع. مثلاً ايراتين ثلاثة قدام بيتها. قرد. تأثم البيت أربعة ستة أحواط. حط طماطم وحط فلفل وحط خيار. توقض اكتفاءة زيت والبيئة بيوم. كل يوم تجدي الطماطم وتطلع كل يوم. وهكذا. فتوقض احتاجات بيتها والبيت كاييس والبيوم. كاييه بالكلف ألف جنيه. وألفين جنيه شوية بيزو وتقاوي وتربة ومشروع مع نفسه. فأفكار بسيطة لك بتحسن الدخل. بدل ما انتظر بقى معونة من ده ومنح من ده ومعاش من ده. ألا ممكن نوصل نفسه ألفين وثلاثة أربعة تلافة. وأطور وأزود. وحتى لما أبقى قدوة للأولاد عندي. طبعاً لك أم ده من أم هي القدوة. يقول لك إيه. ابنك حسب ما يراه. وليس كما تريد. فهو شافك إزاي. بشين تعاوزوا إزاي. فهو هي قدوة اللي حواليها. النهار ده ممكن ست مو سنة خمسين سنة. ممكن تجيبها مثلاً بسكوت ويقعدها مدرسة. وتكسب كرتونتين كده شبسي وتروع. حاجة بسيطة ممكن من ألف جنيه. تحسن دخلها. وطبعاً تبايع الدينة. مش حالك لدينا البط وعندنا الفراخ وعندنا الروس الماشية. كم المبالغ اللي طلعها من محافظة أسوان؟ نحن مستهدفنا السنة دي. مستهدفنا السنة دي على السواء أسوان عشرين. نون وعشرين. ميتين مليون متلاهي. ميتين مليون متلاهي. ميتين مليون. وسبعين مليون جنيه صغيرة. كم المساعدة بتاعنا. هذا المساعدة بتاعنا. هل طلع قبل هذا مبالغ بليارات؟ نعم نعدنا مليار وثنون مية أكثر مليار وثنون مية والمموح. ليست روع الصغير. وجزء منها برضو في حياة كريمة؟ أي فكرة البنية الأساسية؟ نعم؟ نعم طاعت من الناس السابع الدفر منه تابتاعتش إلى 2016. تأتي حوالي ستين مليون جنيه. ترك وكباره. تطوير المدارس ومنك الشباب. ترع وتكسير الترع. تقريباً. لكن التوجه العام للوقت للحياة كريمة عن مشروع العملاق بتاعنا بتاع الرئاسة. نحن داخلنا نحن نوغدين الشق الاقتصادي. نحن بلان تدريب وتأهيل حاصل احتياجات توفيق اوضاع مشروعات غير شرعية الغير اسمية. التمويل مشروعات بدون الصغر وصغيرة داخل القرى والنجوة. طبعاً هنتبعكم في كل ما تقومون به من اعمال. ان شاء الله في القريبة العاجل هنكون ان شاء الله داشتنا اول عشر عشر ترتين مصة ونعمل زيارة ميدانية على الواقع ونصف اصوات المكان وشغالة والعمالة وان شاء الله تبدأ اول خطوة ان نحول اصوات لمحافظة صنعية ويبقى اول مجمع ان شاء الله يكتمل ويبقى خليت نحن وننطلق المجمع التاني والتالث والرابع ونوفر ان شاء الله دار عديد مفرص العمل لشباب اسوان. ونقول له كل شباب اسوان انتهت هذه الفرصة. فرصة تعود. دلوقتي ايجار اي محل اي محل ايجار تالف جنيه. على اقل تواخد مجمع متكامل ب الف سوامية. الف سوامية وعشر للزبط. وكشام بالصيانة والخدمات. ففرصة وتقدم وان شاء الله كلك نصيف في المجمع وتبدأ تنطلق وتبصح مشروع صغيرة ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لضيفي الكريم السيدة ابراهيم عبدالعطيف المدير العام لفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متنهية الصغيرة في اسوان. موفقين. ان شاء الله نجد اسوان وقد تحولت. ان شاء الله. الى محافظة صناعية ان شاء الله في القريب العاجل. شرفتيني ونورتيني. ابن عزك شرفتيني. كما اشكركم مشاهدين الكرام على حص متابعة غدا بمشيئة اللاقصة جديدة ومضعات ايضا جديدة في شرع الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة